السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي للجمهور داخل الوطن وخارج الوطن خوكم الشيخ علال الفنان دائما يهديكم كلامه دائما يهديكم حكاياته وسبحان اللي ما يسهى ولا ينام ولا تخفىها خفية سبحان اللي خلق الدنيا ستة أيام وخلق الجبال والوطياء وخالق حوا وزيد أدامه منهم خلقوا الأولية تحياتي للناس اللي داخلين الوطن واللي خارجين الوطن المغاربة الحرار اللي ما يفوتوا عار وهذه الحكاية اللي غادي تسمعوها فيها فايدة لا تقولوا الشيخ علال انسانا أنا غني ما ننساش الجمهور ديالي الناس المتبعين كي سيفطولي يقول لك علاش ماركش تطلقنا الفيديو احنا متبعينك بارك الله فيكم ما عندي ما نقول وكنت لهي شوية وبلما نقول لكم ركوا عارفين لكين وأرى ان يا سادات يا كيرام هذا واحد جرادة هذه غي حكاية جرادة هذا جرادة قاعدة واحد خينا يعني خدام عند واحد السيد دايمن حدام اللي غدال الله إن الله حضي جرادة قاعدة 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 جرادة يحتاجتها واحد يخر حلت فمها كلتها أشتقي لها خينا قاعدة عن السيد دايمن هذا الجرادة خينات هذا جرادة قاعدة مع رأساتها حتى شهل قوتي ديالها حتى الفمها والله ما راني خادمو حتيانا من هذا النهار منزل نخدم اللي في الرزق هي اللي تلحق هذا المال اللي كان يخدم فيه مسلخي مانتعو وقال اللي مانتعو وما نخدمش اودي من ما تخدمشي شكو اللي قد يعطينا ما ناوكلو قال ليها ما نخدمش جرادا قاعدا قاعدا شاح الرزق ديالها حتى الفمهاكلاتو ما ضرب التمارة ما خدمتنا لينالها التمارة كيفاش؟ قال ليها ما نخدمش اللي أطاه ربيتها المراد يلو واحد النهار مشتح طب خلطت على واحد السسرا هي ضربت الفاس وهي طحي واحد البوش انتع ذهب حفرت عليه منا حفرت منا لقات البوش انتع ذهب نعم قالت سيدي رب العالمين بغينا وعطينا هذا الخير وحفرت شريع عند راشدها قالت له نوض واشتكي قالت له نوض الكلام ديالك اللي قلت له هو اللي كان رب العالمين را عطاني راني تلقي قيت واحد البوش انتع ذهب ايه 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 ومع أمره ما غادي بعد عليه الجوع خينا ما بغاش نمشي إيه أرى نمشي نعلم أخوتي يديو هذا المال وخينا خليه يبقى في الجوع نتاعه جات عند خوتها وقات ليها منوضو أشكين وقات ليها منوضو وراح كين وحد البوشن تاع الذهب ورب العالمين جابوا وقات ليها منوضو وراح يجب لكم الرزق لكم جاء و جاء عندما خلطوا على هذه البوش دوا دار يلها قالوا لها لا تقدرواك لا تحتاج لك ثم قسموا معك وقاتوا فوق السطح وهم يحلوا البوش ويصبواق إلى قارب قالوا لها ما عندك شلاقل البوش معمر بالعقارب وتقولي انها بالذهب قالت لي هما ودينا راني لقيت الذهب خياتنا شافوا العقارب حربوا من اللي هربوا خلوها غيهية والرشل ديالها خينا نظم عصباح وهواسي بالذهب مزل عفو قصصح اه قال لي هواسي الخيرات ايه قالوا هواسي الخيرات اللي صبتها في الغابة وراني علمت عليها خوتي باشي ديوها وما تشوفتها حاشا لكن ولات لنا عقارب ودركها هي ولات ذهبكي مالقاعدة فقال لي هما شي قلتها لك إلا بغى ربي يأتيك البرد يحطبوه يجيبليك وإلا ما بغى يا ربي يأتيك المرأة داعية يكلوا لك شاهدين فيك وقال لي هادركوا عاد نعيش في رزقنا أبقى يا سادات يا كيرام عايش في الرزق يقولوا اللي تحسيدي رب العالمين عايش في حتى مات يعني ربي لابغى يأتيك وحد الحاجة يأتيك وإلا ما بغاش ربي يأتيك وخات يتعب وخات جري وخات عرق ره ما كينوالو عايش كاي يقولوا الوحد الكلمة قليل اللي يفهمها قليل اللي كيفهمها يقولوها بسطح ما يفهموهاش الساعد ساعد والشاقي شاقي من كرشمو قبل ما يزيد اللي ساعد ساعد من كرشمو اللي يفهم شاقي شاقي اللي يأطاه الله عطاه قال الشاعر كان بغى ربي على عبده ويعطيه والعبد الضعيف واش عنده ما يعمل يا ذا القاوي حد ولا يعلم بيهم وني يطلب العبد ذا مخصوص عقل قال اللي يطلب العبد مخصوص العقل طلب الله اللي يرزق ويفقر ويغني سبحان اللي ما يسهى ولا ينام ولا تخفاه خفية وهو الله الوحيد العزيز الحاكم نحن بحكم غي واحدة مضحكة زينة هذا واحد النهار الذاب والقنفود التفقوا على الراعي الراعي مول الغلم كي غدين ديرولو باش نحجدولو هاد الغلم القنفود قال وخاطي كانا غدين نعبر عليه وانتا يدير شغلك الراعي قال القنفود بقى يهدر معه قال له ما لك الراعي قالوا ديراني قنطان قالوا الراق قنطان روح نقص بالصاحبي كوباصي قص بالأهب نادم حل فمور راعي نشد الغلم مشات دار في هذيب تاريخ ما خلاش شي حاشا الراعيم اللي يضرب الفقد يصيب الغلم ما بقاك شي حبا القنفود مشا في حالاته الراعي جل مول الغلم قال له قالوا الغلم فيه الراحة قالوا ودي كل شي كله يهذيب كي سرعت لك قال له عزبني الناشاط مع القنفود كان يقص بليك وذبيب كتليق على الغلم قال له سير لحق الغلم ديلك ما عندك ما تدير بيه ما عندك ما ندير بيه ما عندك ما ندير بيه الله يهنيك يا صادات حكايتنا نمشت مع الواد وحنا بقينا معكم يا الناس الجواد تحيتي للجمهور داخل الوطان وخارج الوطان الشيخ الليل الفنان ديلكم عايش معكم في هذه الكلمات وعونوا نشو يبعبوني ووقفوا معنا إما أنا من نساكم شنتم ما ما تنسوني شرعني ناشط مع الجمهور ديالي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته